موسيقى السلام عليكم أعزائي المشاهدين نأخذكم في جولة بالنسبة للإطلاقس نبدأ في الولايات المتحدة العصار اللي بدأ يؤثر على الولايات المتحدة والعاصير كذلك المستمرة العصار بعد عصار التغيرات المناخية ارتفاع درجات الحرارة في المحيطات هذه بدأت تؤثر بشكل أكبر لقوة هذه العصار صارت أقوى من السابق يمكن العصار الحالي ايرما هو من أقوى العصار خلال القرن يعني خلال القرن الماضي وحتى خلال هذه السنين لأن قوة العصار بسرعة رياحة زادت عن 250 إلى 300 كيلومتر حاليا هو الكاتيجوري أربعة اللي هو يعتبر رياحة تزيد عن 220 كيلومتر بالساء اللاحظة العصار حاليا يتجه خلال 24 ساعة المقبلة إلى جورجيا وكذلك كولولاينا الجنوبية حيث متوقع أن يعبر تامبا في المناطق الغربية وهذا القوته يعني يكتسب قوته من المياه الدافئة من خليج المكسيك كذلك واستمرارها يعتمد على هذه المياه بعد ما يدخل اليابسة تدريجيا يضعف أكثر من 7 مليون نسمة يمكن من خرجوا من كذلك ولاية فلوريدا بسبب قوة الأعصار والرياحة المدمرة في مثل هذه العصير يمكن أنا خلال فترة يمكن 34 سنة لم أشهد مثل قوة هذا الأعصار أقوى من كاترينا وأقوى من كثير من العصير التي كانت تعبر الولايات المتحدة وهناك خوزي الذي سوف كذلك يؤثر في الفترة المقبلة على الولايات المتحدة والأجزاء التي هي الساحلية فليست في قوة حاليا إيرما مثل ما لاحظنا بالكويت الحمد لله أجواءنا حارة يمكن الاعتدال بدأ يؤثر بشكل واضح خلال الفجر وخلال الليل كذلك الآن درجة الحرار في مجنة الكويت 36 درجة مئوية والرطوبة النسبية 20 خفيفة إلا السواحل بعض الرطوبة كذلك مستمرة في مثل هذا الوقت 10 كلمتر الرؤية الأفقية وهي بتحسن أكبر إن شاء الله فترة الصفري هذه هي فترة أيام الصفري وهي كذلك فترة انتقالية عندنا زيادة الحساسية زيادة الأمراض الفلونزا بفعل الأجواء المتقلبة خفاظ الحرارة ليلا وكذلك ارتفاعها خلال النهار ولكن هناك فوار كبيرة في الحرارة خلال النهار لاحظنا بالخمسينيات نحن الآن في منتصف الأربعينات وهذا الشي يجلم جدا إلا الآن السماء صافية ستستمر كذلك خلال 24 ساعة المقبلة ولكن هناك بعض السحب التي سوف تظهر بين فترة وفترة بالنسبة لنا لا يزال منخفض المنسوية الهندي يؤثر علينا ولكن قلة وضعفة قاعد يعطي اتجاهات الرياح التي تؤثر علينا الرطوبة السنة هذه الرطوبة النسبية كانت غريبة لأنه امتد المنخفض بفعل الحرارة التي أثرت في بحر العرب والمحيط الهندي امتداد أثر بزيادة الحرارة حتى على سوريا وكذلك بلاد الشام في فلسطين وكذلك لبنان امتد إلى أوروبا ولاحظنا السحب مستمرة ضعف هذا الشيء ليس ضعف قصد الضعف ولكن تفكك الخلايا عطى الرياح التي تعطينا الرياح الجنوبية والرطوبة الزائدة في منطقة فسوف تزيد هذه السحب خلال تقريبا الـ 48 ساعة المقبلة وان شاء الله نشهد بعض الأمطار خلال موسم الأمطار في الفترة المقبلة الليلة الرياح الشمالي الغربية فالرطوبة نسبية جفاف سيكون هو الساعد حوال 29 في الساعة من توصف الليلة إلى تقريبا 32 في العبدالي وتتراوح على السواحل 34 إلى 33 رياح خفيفة إلى معتدلة من الشمال الغربية صباحا اللاحظة هو الفارغ الكبير 24 درجة مئوية يعني الأجواء وائد معتدلة وائد صارت أفضل من الأيام الماضية إلى 28 وعلىها تكون صوب السواحل توصل إلى 30 و35 في الجزر وتستمر الرياح الشمال الغربية تكون أقوى على البحر منها على اليابسة فهذه الرياح سوف تستمر فأجوانا راح تستمر جافة ما عدا خلال الليل 44 لاحظ كذلك الخفاض بالنسبة لدرجات الحرارة 4 إلى 5 درجات من ثلاثة سابع الماضية والرياح تستمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية مع ارتفاع بسيط خلال الليل لبعض الرطوبة النسبية دائما في مثل هذه الحالات مثل ما قلنا يؤثر نسيم البر ونسيم البحر فنسيم البحر يأتينا بالرياح الجنوبية ليلا وهذا سبب الرطوبة تريد مرة ثانية تتحسن وإن شاء الله نحن على الخفاض تدريجي بالنسبة لدرجات الحرارة في الفترة المقبلة بالنسبة للبحر وهذا الفجر راح تكون ساعة رابعة ودقة عاشرة إن شاء الله شروق الشمس غدا هذا الفكرة بدأ النهار يقصر وزاد سقوط أشعة الشمس هم تميل هذه كلها بوادر تغير فيها الطقس خمسة ونص وخمسة 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 إن شاء الله غروب الشمس إن شاء الله الأيام المقبلة متوقع تقريبا الرياح تستمر جفع في شوية رطوبة خفيفة جدا تزيد الرطوبة يوم الثلاثة خمسة واربعين إلى ثلاثين والرياح نفس الشي خفيفة متقلبة تجاه ترد يوم الأربعاء ويوم الخميس الرياح الشمال الغربية فإذا تستمر الجفاف ما في رطوبة يومين وفي نشاط الرياح شوية أغبار خفيف تبدأ الحرارة تنخفض أكثر خلال اللي هو يوم الجمعة مع عودة الرطوبة النسبية خلال أطلتناها تسبب يعني الرطوبة بين الانحسار وبين الزيادة هذا استمرارها إلى نهاية شهر تغريب ستمبر وإن شاء الله الأجواء تكون أفضل نتابع معكم دراجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية على الشاشة ونعود إلى الزبلاء والسلام عليكم اشتركوا في القناة